موسيقى موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أيها الأحبة في الله خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا بكم ويجمعكم بنا بحول الله ومشيئته وعزة قدرته كل يوم جمعة إثر صلاة الجمعة لطرح أسئلتكم والسفساراتكم وكل ما ترومون البحث فيه والسؤال عنه فيما يتعلق بالقضايا الشرعية أو الأسئلة الدينية التي تعن لكم في حياتكم ومعاملاتكم وعباداتكم عليكم الاتصال بالرقم الذي نضعه على ذمتكم وهو 00216 هذا مفتاح تونس من الخارج لمن أراد الاتصال بنام خارج أرض الجمهورية التونسية من داخل تونس الحبيبة فقط 93 438 038 هذا الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة يمكنكم اعتماده لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تقدمونها وتريدون معرفة الجواب فيها ومن الله سبحانه وتعالى نلتمس الصواب كذلك يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وغيرها من الحلقات السابقات على موقع اليوتيوب كتابة برنامج الدينو يسر بالأحرف العربية سواء كان على موقع اليوتيوب أو على موقع الوطنية 2 ريبلاي على بركة الله تعالى وربحا للوقت نمر مباشرة إلى استقبال أولى المكالمات الهاتفية الواردة علينا من أختنا أحلام من تونس السلام عليكم أختي أحلام مرحبا بيك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فضل أختي أحلام أنت قادر عليها أختنا أحلام إن شاء الله رب يرزقك الضرورية الصالحة قادر عليها قادر عندك حق علوشن آه إن شاء الله نحن نحن تبقى بالتواتف الحمد لله فهمتني الحمد لله ما نقدر عليهم يعني نشريها ماش بشذرني ماديا ولا حاجة بارك الله فيك إذن في يوم السابع متاع المولود إن شاء الله إن شاء الله تولد بالصحة وبالسلامة ويرزقهم الله الصحة والهناء إن شاء الله ويكون من الذرية صالحة يا رب يوم السابع سابع المولود يعني تذبحين العقيقة العقيقة هذه هي شات تذبح يأكل منها أهل البيت يتصدقون للفقراء ويهدون للأحباء وهذه كلها تعتبر من السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت روايات بأنه عقا عن الحسن وعن الحسين هناك روايات بأنه قال عن ذكر شتان وعن الجارية شات عن غلام شتان وعن الجارية شات وهناك روايات أنه قالت أنه عقا شاتا شاتا سواء كان عن الحسين أو عن الحسن المهم إذا كان الإنسان يعني قادر على ثمنها يكره لو تركها طالما أنها سنة نبوية لأن المولود إذا ولد ربي سبحانه وتعالى يعني عنده نعمة وفضل كبير اللي هناك من الناس اللي تتمنى في مولود وربي مرزقهاش فسلامة الأم زادة بعد ذلك المخاض وعسر الولادة بعد تلك اللحظات العصيبة عندما يرزقها الله سبحانه وتعالى مولود سالما غانما بحول الله عليها أن تشكر هذه النعمة بماذا بالعقيقة فهذه أداب إسلامية وصنف فيها حتى العلماء بن القيم وغيرهم تحفة المودود في أحكام المولود يعني منذ أن يولد المولود يولد على كلمة الله أكبر كلمة الله أكبر هذه نستقبل بها أحياءنا كلمة الله أكبر نوجع بها أمواتنا كلمة الله أكبر ليست شعارا يرفع عندما تقول في الصلاة الله أكبر وضعت الدنيا كلها وراء ظهرك تركت الدنيا كلها وراء ظهرك يعني الله أكبر من كل هذه الدنيا الله أكبر من كل كبير الله أكبر من الظلمة الله أكبر من المتجبرين الله أكبر من المال الله أكبر من الجاه الله أكبر هذا ما معنى الله أكبر فعندما يولد المولود يؤذن له في أذنه اليمنى شوية تسمعوه الأذان يعني رسول السلام عندما كان يؤتى له بالوليد يعني كان يؤذن له في أذنه اليمنى وفي الأذن اليسرى يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر الفاظ الأذين مرة مرة وعجلة قد قامت الصلاة يعني يقيم في أذنه اليسرى ويؤذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما استمع إليه هذا المولود هي كلمة الله أكبر ثم بعد ذلك يسميه ولذلك تولت فم إجراءات كانوا في الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسمى يوم سبيعه ويعقوا عنه ولا تلطخ بدم لأنهم كانوا قبل يعقرون ويلطخون ذلك المولود بالدم وكذا كان فما تقوص جاهلية فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وجعل هذه الفرحة لا تدنس بشركيات ولا بالشعوذة ولا بتلك التقوص المرذولة فقال أن تعق تلك العقيقة في يوم سبيعه ويتخير له من الأسماء أحسنها خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقباحها حرب ومرة يعني يختار الأسماء الحسنة التي لا يعني تكون مثار للسخرية أو مثار للتنمر أو لا تكون أسماء يعني لم تعد مواكبة لعصر أو لزمان لا لشيء لأنه يعني جده أو كذا كان له هذا الاسم عندما يختار له اسمه فأحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإنكم يعني تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فهذه من حق المولود على والده قبل أن يولد أن يختار له اسما حسن فكروا في اسم به وهذه جملة جملة حقوق الجنين عنده حق في بطن أمه قبل حتى أن يولد حق من حقوق الإنسان حقه في الحياة لذلك خفف الله عن الحامل في الصوم وسيدنا عبد الله بن عباس يقول للحامل أنت في منزلتما الذي لا يطيقونه إذن هذه العقيقة لبأس بها بس إن شاء الله نحاول نواصل فيها بعد ما نستقبل مكالماتي فيها من أختنا حبيبة من جربة ما خلوا يشتستنى مرحبا بيك أخت حبيبة عسلم يا ولدي أهلا وسهلا بيك يا مرحب عشول بارك الله عشولدي اسمعنا كنت صغيرة سؤل الرب في لي تير ربي بارك لك إن شاء الله ونحب صغاري معناه يتمع ربي بارك لك إن شاء الله ونحب نحج ونحب عمره ونحب كل شيء فهمتني نعم لكن توه كبر صغاري وتنية تاليهم والكل ومعناه معاش فيها صحي عمره خمسة سبريين نعم أمره ذا بالفدة فهمتني لكن أنا عندي ولايد نعم الرب فيه حمل لي ولد عشرين يوم حتى وستة ثنية فهمتني فهمتني ابن من هذا يترابي فيه ولد جابته لي مع أمه يتيم يتيم ربي بارك لك إن شاء الله الرب فيه مع صغاري وتألفوا معاه وصغاري حسبوهم هو كي نخوهم حتى يجيب حاجة لصغيره يجيب له معاه شامسة بارك الله فيكم ويتيم يجيب أصباح في زلاشية ربي فضلك شامسة لكن سوى الصغاري حجة ولا لا يعني إن شاء الله عندك ثواب أكثر من حجة يعني أنت أنفقت زهرة شبابك على على أيتام وإلى حتى هذه الساعة وأنت يعني يعني تقفين على هذا اليتيم وترعينه وتهتمين بشأنه لكي أجر وثواب عظيم وهذا يعني ثبت حتى عند بعض أهل العلم أنه عندما يعني أحيانا يتحدثون عن الفضيل بن عياذ وأحيانا يتحدثون عن برهيم بن أدهم والمهم يقولون أنه كان في طريقه إلى كان يحج عاما ويجاهد عاما لذلك قال له يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لا أعلمت أنك بالعبادة تلعب من يعني كان يعني من كانت يعني يخذب وخده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب فقال يعني هو كان يحج عاما ويجاهد عاما عام حج فيه وعام يجاهد فيه في سبيل الله ففي العام اللي كان ماشي فيه للحج يعني وكان معه طلبته وتراميذه وكذا يعني حجون معه شاهد يعني امرأة يعني هم جلسوا وأكلوا كذا وشاهد امرأة تبحث في القمامة وضعية وين وصلت الفقر يعني كون المرأة تبحث في أكرامكم الله في المزابل فوجدت يعني ديكا جيفة أو كذا جابتك الطائرة ذاك الجيفة هزيت فشاهد ذلك المشهد وانا ده قال يا بنتي تعال ما الخطب عليش هزيت اشتعم بيه قتله بيش ناكلوه جيفة حرام قتله فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إلا ما اضطرتم له ما يعني الضرورات تبيح المحظورات أنا سأدفع على نفس الجوع أنا وعيالي نحن أيتام أبنائي أيتام وأنا أرملة ولا يوجد من يكفلنا ولا يوجد من يهتم لشأننا فيعني حتى لا نموت جوعا ونهلك فنادى الطالب الذي كان له المال كما قلنا احنا أمين المال لله بالفليسات اللي بيش يصرفوهم في السفر فخلينا مقدار ما يكفينا زاد متاعنا متاع الرجوع عليش ماش ماش نحجه قال أعطي الفلوس للمرأة هذيك أعطاه قال هذا حجنا لهذا العام قال هذه الحجة متاعنا أثناء هي هذه ولذلك هذه رسالة من خلالنا وجهها عديد من الإخوة ربي بارك فيهم ورب يزيد في مالهم ورب يكرمهم يعني حجه مرات ومرات ومرات حج المرة الأولى والثانية والثلاث ولا يقولك أنا سبع حجات الآخر يقول أنا عشر حجات وهناك حتى في بعض البلاد يعني أناس يعني يجتمعون مجموعات في بعض البلدان يعني يجتمعوا مجموعات وكل العام يحجوا وحتى سألوهم بعض العلماء قالوا ما ليش أنتم كل عام تحجوا أو الحجة خلوا الفرصة لغيركم بش يمشي وثمك الفلوس هذيكم ما ليش ما تعتوش الفقراء والمساكين قالوا لا احنا وقت يجي موسم الحج ويدخل شهر تدخل أشهر الحج الحج هو أشهر المعلومات فمن فرض فينا الحجة فلا رفث ولا في السوق لأجدال في الحج يعني من تدخل شهر كما قلوا احنا شوال ولا ذو القعدة ولا ذو الحجة نحن قال قلوبنا ترفرف لذلك المكان يعني شدة شوق لا يعلم الشوق ألا من يكابده ولا الصبابة ألا من يعانيه شوق يعني للحرم وشوق للكعبة المشرفة وشوق للحجر الأسود ولمقام إبراهيم ولمقام إبراهيم وللمدينة وللروضة الشريفة ولقبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا لهم وعليش قلوبكم ما ترفرفش على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأرامل وعلى الأيتام وعلى المستشفيات وعلى المدارس أرى فيه سبيل الله واسعة والحج مرة في العمر يا رسول الله أكل عام يا رسول الله قال مرة في العمر وتم الحج والعمرة لله مرة في العمر وقيده بشرط الاستطاع ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وفي قراءة حج البيت والحج هو العبادة والحج هو القصد في اللغة مرة في العمر وحسب الاستطاع فإذا كان أنت سخرت حياتك يعني لرعاية هذه الأيتام ورسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسنوا إليه قالوا أحسن دار أحسن دار في دياركم ما هيش الدار المزخرفة ولا القصور ولا شيء لا هي الدار اللي تلقى فيها واخذين إتيم أو فيها كإتيم ويحسنوا له حتى لا يساء لأن القرآن جاء يفضح المجتمع الجاهلي وقسوة المجتمع الجاهلي وبطس المجتمع الجاهلي وقسوة قلبه وهذا يعني من بين القصور ومن بين الأشياء المغلوطة اللي علمناها لأبنائنا يقول أنت يا راجل ما تبكيش أنت يا راجل ما تبكيش أو خرج قلوبهم قاسية الرسول السلام بكاء قال له وتبكي يا رسول الله قال له إنها رحمة وإنما يرحم الله من عبادي الروح ماء سألت دمعته شوء قال أنت يا راجل ما تبكيش السلام بكاء عليش لأنه عندما رأى يعني ابنه وقتلي مات وكيف مات ولد بنته بعثت له قتله يا رسول الله يعني يعني رأى ولدي مات قال له لله ما أخذ والله ما أعطى كل شيء عنده بمقضاء فلتصبر ولا تحتسب بنته قال لها أصبري واحتسبي من يش جاي بعثت له مرة ثانية قتله أقسم عليك كونك جيني في هذه اللحظات جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك قال له ليدي صغير لمات وبكاء استغربوا الصحابة قال له رحمه وجاء واحد للرسول صلى الله قالوا يا رسول الله إني أشكوك في قلبي قاس وقالوا أنا راي قلبي قاس يعني في بالهم حاجة باهية كونك قلبي أنا حجر قالوا امسح على رأس اليتيم ينن قلبك أرقفوا ورقفوا بك اليتيم وكصغير وككذا ثم الأمر الثاني يقولوا أنت يا راجل ما يعورك حتى شيء وانت يا راجل ما يعيبك حتى شيء لا شنو الكلام هذي معناها لأنه ذكر يعني يفسق ويفسد وكذا يقولوا أم لا يعيبك شيء لماذا الملاكة ما تقيدش عليه مثلا ما شرقيبه عتيدي يقيده عليه فهذه أمور غالطة لابد أنه رجعها في تربيت أبنائنا حتى يرقوا على اليتامة وعلى المساكين وتتغير سلوكياتهم إن شاء الله مكالماتي في أخرى من شكونا حاجنا أختنا حديجة من عنزروا مرحب بيك أهلا واختي خديجة أهلا وسهل بلا حدي تنسل لك شيخنا فضل نجي نصلي معناتها كله معناتها صليت خير وها سجوء لكننا من نجمش خاطئ نبدأ نصلي نصلي على سقايا عليش اخت خديجة عندك أوجيعة في سقيق اللطف عليك أهي حاكم علي تبين من تبصش باش من نجمش نسنيها طهور إن شاء الله وإن شاء الله معافئات إن شاء الله وإن شاء الله بالصحة وطول العمر ولكن أنت تأخذين ما قال لك الطبيب فهو أهل الذكر في هذا المسأل إذا كان قال كل السجود رأي يتسبب لك في ألام في ركبتيك أو يتسبب لك في كذا وأنت يعني بأمارة وبتجربة عجزت يعني أداء السجود فتصلين تكبري تكبير تجمي تاقف وقتنا خديجة عاد الوقوف يعني تكبري تكبير تكبير الحرام وانت قائمة وتقري الفاتحة والسورة وانبعد تعملي الركوع ترفع من الركوع هذا كل تجمي اي اجي وقت السجود اجلس على كرسي وقتنا خديجة وقت السجود اجلس على كرسي أو إذا كانت تجلس على الأرض وعملي إنحناء بسيط فقط تطبس شوية هذاك تعتبره سجود وبعد ترفع منه وتعتبره ورفع من السجود وراهه ما يأثرش هذا يعني حسب الاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبران بن حسين قالوا صلي قائما فلنم تستطع يعني قاعدا فلنم تستطع فعلى جنب يعني الإنسان حسب الاستطاعة هذه فقه الممكن فقه الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم فحسب إن الله إذا أخذ موهب أسقط مواجب إذا أخذ منك القدرة على السجود فأنت لست مؤاخذة في ذلك لماذا؟ لأنك عاجز عن هذا الأمر لأسباب صحية إن شاء الله بعد ما تتناول الدواء وتتحسن ظروفك الصحية ترجع تأدي السجود ولا داعي بعض الأمهات نشوف فيهم وبعض أبائنا وكذا أحيانا يأخذ معها وسادة يأخذ بخدة يسجد عليها بعض الإخوة شفتوا في المسجد جايب معها يعني لوحة قال يا دي لوحة طهرة جايبها شبي قال يا رجل نسجد عليها لا ماهوش واجب فقط حركات إيماء ولو الإنسان يعني عجز على ذلك يومي وإيماء إن شاء الله رب يتقبل لنأخذوا مكلمتي في أخرى مسيح عمر من باجة مرحبا بك أخونا عمر أهلا وسهلا يا شيخ أهلا وسهلا بك مرحبا يا عمر يا مرحب أعطيك الصحة يا شيخ بلهي باش ناسلك شيخ نعم سيدي طيو أنا عندي شوي فلوز حاتهم في البوثة نعم وفي بالي باش نحجب وطلع اسمي في الدورة كاليفات هذه ما بعثونيش ما يكورون ما بعض إن شاء الله العام هذائي إن شاء الله بإذن الله عرب عد كل ثلاثة شهور يجو زيادة كنت 180 170 هذا كان عندي بنتي أنا قليلة نعطيها وعند أولاد بنتي الأخرين يقرأ ومرة يجيني واحد يقول لي عزيز أعطيني 50 أعطيني 40 نقسم فيهم عليهم يعني جايز ما يسأل شو سيعمر هذه يعني بنتك أنت لولة التي حدثت عليها خارجة عن نفقتك متزوجة هي وكذا متزوجة وشنو وضعها لاجتماعي رجلها قليل فقيرة يعني ما عندهاش أو عندهاش وزوجها وزوجها عاجز عن نفق عليها لا ينفق عليها يعني محتاجين محتاجين مجواجين كيفية يمتاحهم يعني ما عندهم مش بارش نعم تنجم تعطيهم يعني إذا كان هذا المال أنت لا تنتفع به ولكن يعني تأتي للصبط أو حفيد ابن بنتك أو كذا لأنه يحتاج إلى شيء ضروري يعني علاج أو يحتاج إلى أدوات مدرسية أو يحتاج إلى شيء من هذا القبيل وتخرج إلى زائد الفائض هذاك وتنفق عليهم بنيت التخلص من ذلك المال لأن الأصل كون يعني هي ليست زكاة لأن زكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع ما معنى الأصول للفروع هي الأبناء هذهم الفروع وشكون الأصول هم الأباء مجيش أنا الزكاة بتاع يقول ولدي يجي أهي تفضل أهي الزكاة هنا لم يتحقق التمليك لأن الفلوس ما خرجتش من داري ومن صغاري ولا نجي الوالد يقول هاي هاي فهذا لا يصح بعض العلماء قالوا الأصول وإن علت والفروع وإن سفلت يعني لا ولد ولا ولد ولد حفيد ولا ولد ولد مهما كان هذا ما يخذه وهذه فيها حقيقة نظرة وذلك وخاصة المجتمع الآن تغير معجك الجد اللي يصرف على أبناء وأبناء وكذا وهذه أصبحت متغيرة بحكم الوضعية الاجتماعية في ديمومة ديمومة حراك وديمومة مور تتغير فيها هذه الوضعيات والفتوى تتغير بتغير العرف تتغير بأعرف الناس ويقول العلماء والعرف في الشرع له اعتبار وعليه الحكم قد يداء إذا كان أصبح العرف الساري هو أن الجد مستقل في بيته والابن مستقل في بيته والبنت لا يجوز كانوا يعطيهم الزكاة لأنه حيلة حيلة فقهية لكن هذه ما هيش زكاة وفي الإسلام خاصة قضية النفقة واجبة خاصة المرأة قضية النفقة على المرأة هنا ويعني رجال قومون عن إساء باش بما فضل الله بعضهم عن موعد وبما أنفقوا من أموالهم لازم ينفق يعني حق عليها وحتى كان بعض طلبة العلم في السابق أوروبا وكذا كانوا يدرسون هناك وكانت تأتيهم يعني بنت كانت يعني تقوم على شأنهم تمسح لهم وكذا وتغسل وكانت فقيرة وكانوا يعطونها أجرتها ويتصدقون عليها ففي أحد المرات سألها سأل قالوا لها أنت يعني ما هي وضعيتك وما كذا يعني تعرفوا لي قالت أنا يعني من العمي هو الذي تعرفون ذلك المكان قالوا في قلب باريس تلك المحلات الكبيرة قالوا اعتنقت الاسلام قالت يعني هذا دين حقيقة يعلي من شأن المرأة يعني لا يتركها تمتهن ولا كذا. قالت لو كان جدت عدنا التعليم هذه. ما تجدون تلك الصفوف. قالت المرأة هنا يعني تجدونها يعني معذبة أو تجدونها ممتهنة أو كذا. وفي الإسلام لازم ينفق عليها. حتى لو كان. وهذا اللي تعمل فيه أنت. كون تخرج الفلوس الفائض هذه. خروجا من الخلاف. لأن بعض العلماء أو الأكثر. حقاقا للحق الجمهور وحتى العلماء المعاصرين أغلبهم ذهبوا إلى أن هذه الأموال ربن. ولا يجوز اللي ينتفاعوا بها. وهناك من المعاصرين قول آخر. يعني هذا القول تبنته دار الإفتاء المصرية وتبنه الأزهر الشريف كذا. أنها هذا العقود هي من العقود المستحدثة وليس تريبا. وإنما هي عقد تمويل. يقولك هذا يشبهه أشبه ما يكون بيه. آآ. مش بالسندات. كما يقولوا. احنا بالأسهم. يعني عنده ساهم في شركة. يعني يربح يقصر كذا. فردوا عليهم. قالوا لا. هذه أشبه بالسندات. السندات لي هو عبارة أقرض. ولكن قالوا لهم هذا لا أقرض. لا أنا سلفت البريد. ولا البريد سلفني. ولا أنا سلفت البنك. ولا البنك سلفني. ولا شرطت علي. ولا شرطت عليه. أنا حطيت فلوسي وديعة لديه. وهو يعني يستثمر في هذا ويدخلهم في مشاريعه كذا. ثم بعد ذلك يعطيني الريع أو الربح أو المردود أو كذا. إذن خروج من خلاف. تخرج لفليست هدوكم. وتعطيهم لبنتك هذه الفقيرة. أو لأبناءها يكون أفضل. حتى تخرج من هذا الخلاف. المهم أنت لا تنتفع بها في خاصاتك. أختنا فاطمة من أريانا. مرحبا بيك أخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يحفظك ويتقول لنا في أنفسك. بارك الله فيك. رب يرفع عنا العناء والوضاء. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله رب يحفظنا أجمعين. رب يجهيننا يا شيخ. آمين إن شاء الله. إحنا أنتم كل مؤمنة على بركة يعني كنا ندعو ونبتهل. إن شاء الله رب يهدينا. بارك الله وفيك أختفات. يا شيخ أنا عندي مشكلة صغيرة. عندها طويق حكيت حشانيك خمسة سنين. الفضل أختفات. أنا كنت مخطوبة للواحد. أي. شخص. أذي حاصيله المرة اللي كان إنسان طيب وطقيق. ما عادي معناه. وبعدي كل حاصيله وماليتنا كتشف اللي هو معناه سخص الله العظيم معناه يسب الجلال بشكل كثير برش. حول قوتها لب الله. بشكل غريب يعني كيتغش وش ما ما نحكي لكش. أوعظيه أختنا فاطمة أوعظيه. وجهي للموعظة. الحاصيل وهو مزايت الحكاية. أنا طيب عارفت بشخص آخر. أما حبيت مش نقول لك يعني شون الحكاية اللي صارت. طيب. أختنا فاطمة أنت تعرفت على شخص آخر. هو خطيبك. تقدم لي خطبتي. أنا مخطوبة لي. كنت معه مخطوبة. وقد كان يكثر صغف الله مستبين. وحبيت أنا أنا بطلت منه. أنا قطعت علاقتي بي. طيب. لكن هو كان مرر لي إيشتي. معناه يهدد فيه وجيني لخدمة وجيني للشارع. ومتطورش نوع يعمل معاي. لحوله لقوة تلبية. قال لي فإذا أنت مش تبعد علي يزمك تعدني تحلف لي أنك أنت ما تخدش حتى أي رجل آخر بعد آن. بشيح تقل. جاب النهار القرآن حاصيله وحلفت أنا. قطلوا أنا أنا حلفت في نيتي أني أنا مش ناخذ أي حد آخر إلا أنت. بالكلام هذا قلت يعني وبين وبين رب. قلتوا يا ربي أنت أنت اللي عن بنيتي السرير إلي أنا قدرت رب يعني نزوج أي رجل آخر إلا أنت ما ناخذكش. يعني أنا حلفت يقول. قلتوا أنا نوعدك وأقسمت على القرآن إلي أنا مش ناخذ أي حد آخر إلا أنت. هذا اللي قلت في نفسك. وبين روحي وربي يعلم بي. قدامه هو شنو تلفظتش قلت لي هو. قلت له ولي أنا مش ناخذ أي حد آخر إلا أنت. قدامه هو زادة قلت له هيك. يعني قلت له وراء مش مش نزوج. ولي أنا معناه حلفت على أساس مش ناخذ مناقذ حتى حد كان هو. حاكي لو وقتها منه ومنه هو معناه عطقني وطييي ومعناه معاش لي قلقني أنا حتى شيء. وأنا طوي كان متزوجة براجل آخر الحمد لله وكل معناه. قال نبكت الحكاية دي كفيه مخي ما نعرش إلي أنا أذنبت شنو يا راي عنديش كفارة عنديش حاجة بلكش أنا غلطك حلفتك مكاكة ما نعرش شنو سأكمها نحكي زي. مبارك الله فيك أختنا فاطمة. هو الأصل أنه في الحلف الحلف يكون على نية المستحلف. يعني ما معناه. معناه أنا كيف يجي إنسان يجيب من المصحف أو في المحكم يحب يوجيه لليمين الحاسي ما. يقول هذا يعني هذا هو اللي اللي هزه أو كذا. فأنا نقول أقسم بالله العظيم لهزيته. هو يحكي على سيارته قال هذا هو لهز السيارة. نقول أقسم بالله العظيم لهزيتها. وأنا نحكي على على محفظته. يقول بيني وبين ربي. اليمين المنعقدة عادة تكون على نية الحالف. كيف نحلف أنا وحدي بينه وبين روحي. نقول والله لن نمشي لها. أنا نقصد والله لن نمشي لها نتحدث على 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 تلك الشركة. ولكن يعني ظن هو السامع أني نتحدث على على المخبزة أو نتحدث على مكان آخر هو ذلك شأنه. أما إذا كان يمين منعقد يعني بيني وبين روحي. يعني أنا حر نحلف كما كما نحب. أما إذا كان مستحلف ما معنى مستحلف سيغة استفعل يعني طلب منه الحلف يعني ثم هذا مش نكون واضحين الساعة يزم سكي في يحلف يحلف على نية المستحلف هو شنو اللي في نيتو اللي طالب منك اللي مين مش انت شنو اللي في نيتك ما تقولش أنا والله والله ممشيتش فاتفقنا مشيش لا والله ممشيتش ولا والله منش مش نمشي وأنت تقول لا أنا في نيت نحكي على المدرسة قتله منش مش نمشي هو في نيتو يحكي على المستشفى فهذه تعتبر رحيلة غير جائزة لكن ما طلبه منك هو في الأصل لا يجوز الأصل كونه رصوصا ماذا يقول يقول لا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه الأصل كونه إذا كان فتاة خطبت أو صفقة أبرمت مجيشا أنا بعد منبيع يجي يقول لآخر مقداش هذا شريتها منه قال لنا شريتها منه بمئتين دينار رجع له وأنا نعطيك مئتين وخمسين دينار هذا لا يصح علاش لأن اللي يحب يزيد يزيد قبل البيع رسول صلى الله عليه عن النجش ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا النجش وشنو معناه النجش هو البيع بالمزاد بغير نية الشراء البيع بالمزاد أحلال رسول صلى الله عليه وقال جاء واحد يتسول قالوا ش عندك في الدار يزيدنا من التسول قالوا ش عندك قالوا عد يا رسول الله قاعب وحلس قالوا عدنا فرشية هيك نفر شفاها وعدنا حلابك نشربه فيه قالوا جيبه جابه قال من يشتري هاتين شكون يشريهم هذا قال واحد نشريهم يا رسول الله بدرهم قال من زاد على ذلك شكون يزيد قال واحد نشريهم بدرهمين المهم بشهل الحديد قالوا أصنع لي قدوم ولا ريانك الا بعد أسبوعين وأصبح يحتى طب وكذا وبعد جمعتين رجع يعني مستور الحال وكذا قالوا ما خير لك هكذا تخدم ولا تأتي المسألة يوم القيامة نقطة سوداء في وجهك المهم رسول صلى الله أجاز البيع بالمزاد لكن إذا كانت تدخل بش تزيد وانت اتفاق معاه صاحبك يكلمك يجي لقدم السيارة بقداش أعطاه فاة أخويا نعطيك فادي عشرين مليون لا نعطيك خمسة وعشرين وهو ما عندش نتشاري الشراء شرين علاش يحب يزيد في السعر فقط هذا هو النجاش المنهي عنه بالنسبة للخطبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إذا كان هذا إنسان خطب وعطوه لبنائي هذه الخطبة اللي هي وعد بالزواج ما هيش زواج لا تحل له ما تقول ليش لقرأ فاتحة ولا قرأ كذا لا لا ما يشمرتك طالما أنه لم يعقد العقد لا تعتبر زوجتك ولا تقول لي شفوي ولا شيء لا طالما لم يعقد ما هيش زوجتك لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يعني هو خطب وعطوه لبنائي أسمعت أنت تمشيل السلام عليكم أنا أخوي جيت نخطب مخطوبة هي هو قداش هذا شهريتو أنا نخلص أكثر منه أنا راني عنديك أموال أكثر منه أنا راني أغنى منه فتفسد علي الخطبة متاعه هذه أحرام الخطبة أحرام طيب ما حدث في وضع تختنا فاطمة كون هي يعني الخطبة لماذا جعلت هي الخطبة رسول السلام قال هل نظرتها قال رسول الله خطبولي وكذا قال هل نظرت إلى عينيها قال لا قال اذهب فإن في أعنى الأنصار شيئا والأخرى قال لا فإنه أحرى أن يؤذى ما بينكم انظر إلى وجهه قال شوف أنت مش تتزوجها حتى بعض الفقهاء توسعوا في ذلك قالوا يجوز أن يرى منها ما يراه ما حريمها هناك قول هذا عند بعض الفقهاء يجوز أن يرى منها ما يراه ما حريمها لماذا؟ لأنه أحرى أن يؤذى ما بينكم مش تصير يعني مودة وكذا ما تصيرش كونه ما شافهاش وكذا ونس كل تشوفها وتدرس وتسافر وكذا وهو يقول لا ما يشيش هذا ولا قال شون وراء فمشكون بشغط بهالي أو عن طريق النسوة لا ما يصحش رسول السلام قال إن في أعنى الأنصار شيء قال ربما أعرف ثم شيء الله أعلم ربما شيء سيء وربما شيء طيب ربما هناك شيء معين في العين يعني لا يروق لك بعد عند الزواج قالوا أحد الصحابة قال كنت أختبئ خلف النخل والشجر حتى رأيت منها ما أغراني بخطبتها نشوفها أقبل فهذه فترة الخطبة مايش فقط تشوفها هي ليست سلعة لتقلب وإنما تتعارف عليها وتبادل الأفكار تعرف كيش يفكر وهي قالت يعني شفت عندما خالطته رأيت يعني يسب الجلالة والعياذ بالله وهذه بلية تشرت على الأفواه وغير الظاهر لأن الظاهر شيء والباطن شيء أخر حتى بلال بن رباح هزوا واحد قالوا بيش تخطب لي قالوا أختاني قالوا لا نحبك تمشي معايا تخطب لي فأصل الغادي لدار المرأة اللي بيش يخطبها السلام عليكم عليكم السلام لبنائن اللي بيش يخطبها قال هذا فولان يعني جاء بي لأشهد فيه وإنه سيء الخلق إن شئتم زوجوه وإن شئتم لا تفعل كيفاش قالوا هذي شهد فيك راك سيء الخلق ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا يكون فتنة في الأرض وفساد عريض إذا كان قات فيه سيء الخلق وأرادت أن تفصل هذه الخطة يعني لا تفصل تفصل الأمر قد بقي السؤال المركزيون حول نجاوب علي بعجالة هو كونك استحلفها هذا لا يصح بشت على روح متنجمش تحلف عليها يعني فم قصة من الدولة بسرعة المعدرة يقولون أن الملك فاروق في مصر يعني عندما طلق الملكة فريدة ذهب للشيخ المراغي وقال له يعني تفتي فتوى أنها لا تحل لأحد من بعدي قالوا عليها أنت يا رسول طلقتها طلقتها نجم قالوا لا يزم فتوى كان طلقتها أنا معاشي أخذها حتى حد بعد فالشيخ المراغي كان الشيخ الأزهر قالوا أما الطلاق فلا أرضاه ماذا بيه ما طلقوش وأما التحريم فلا أملكه منحرمش أنا حاجة أحلال طلقتها نجم تتزوج غيرك بعد العدة تتزوج فما بالك هذه خطبة فلا كي أنت تتزوج وانت تتزوجتي وكل خروج من الخلافات لكل وتفصيلات أعمني كفارة يمين أطعمي عشر مساكين يعني أو أكسيهم أو أصيهم ثلاثة يام إذا كانك ما عندكش فلوس المهم اللي يهمني كونك تطعمي عشر مساكين تنويهم اللي هما كفارة يمين وهذا هو بالنسبة لسؤالك وإن شاء الله ربي يعني يعني يرزقك الحياة السعيدة وعلى كله قالت كحل أخير أحلفت والأصل كونها أحفظه أيمانكم ما عاش تحلف هذا شيء ما لا يملكه لا هو ولا غيره سبحان الله ما تحبش تتزوج منكد الدنيا على الحرية أن يرى عدو له ما من صداقة يبدو ما لا توافقه ولا تفريقه وهو بعد الزواج نجم يطلق الإنسان ما جيش يحلف كونه بعد ديانا لا تتزوج حد ولا بعد ما نبطل منها هذا لا شرط باطل حقيقة ولا يعلق عليه أمر شرعي في نهاية هذا البرنامج لم يبقى لي إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم مش في مرضانا وعافي مبتلانا واهدي الضالة منا وارحم موتانا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وارفع عنا الأدواء والأسواء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فالق الحب والنواء ويا عالم السر والنجواء اعطي لكل واحد مننا في الخير ما طلب وقصد ونواء اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار في رهاية هذا البرنامج لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة